موسيقى أعزائي المشاهدين طابة أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج رؤيا في الحلقة السابقة تكلمنا عن الأدب الكردي إشكالية الوجود وفي هذه الحلقة سوف نتكلم أيضا عن الأدب الكردي ولكن إشكالية الانتشار من المعروف بأن الأدب هو غلاف كتاب لكل الأمم ولكل الشعوب وفي هذا الغلاف خاصة فيما يتعلق بالأدب الكردي فهو غلاف زاخر بجميع الألوان والأشكال ففيه القصة وفيه الشعر وفيه النثر وفيه الكتاب وفيه كل شيء وهو غلاف قديم قدم تواجد هذا الإنسان الكردي على هذه الأرض ولأجل الاستزادة في هذا الموضوع استضفنا في هذه الحلقة وكل من الأستاذ محمد حسين المهندس الكاتب والباحث والمترجم وكذلك الأستاذ سمك محمد وهو أيضا من الكتاب وكذلك من الباحثين فأهلا وسهلا بكم شكرا نبدأ حلقتها مع الأستاذ محمد حسين والمهندس ونسأل أن الأدب الكردي الآن يعاني من عدم الانتشار على المستوى الآخر يعني عندما نقول مستوى الآخر أقصد بأن غير الكرد من العرب أو الترك أو الفرس أو غيرهم لم يستطيعوا أن يتعرفوا على هذا الأدب بكل فروعه يعني من الشعر إلى النثر إلى آخره ترى ما هي الإشكالية في هذا أستاذ محمد أظن أن نقل المعرفة سواء كانت في مجال الأدب أو في أي مجالات أخرى بالنسبة لأي أمة ما تعتمد على طريقتين الطريقة الأولى تعلم الآخرين لغة هذا القوم وهذا ما يقوم به الإنجليز والأسبان والألمان والفرنسيين الحركة الفرانكوفونية المعروفة والحركة الأنجلوفونية المعروفة في كل العالم أو أن نقوم بترجمة منتوجنا المعرفي إلى اللغات التي نود أن تنتشر فيها معرفتنا إذن هذا الموضوع يعتمد على محورين المحور الأول أن نعلم الآخرين لغتنا المحور الثاني أن نترجم منتوجنا إلى لغة الآخرين أستاذ سمكو هل نستطيع أن نعلم الآخرين لغتنا؟ أنا لا وافق مع هذا المنطق لأنه نحن ما استطعنا بصورة مباشرة وغير مباشرة نعيش مع الأقوام وثقافات أخرى لأنه كنا حاشية الثقافة العربية وحاشية الثقافة الأزدبية وإلى آخره فهي أولا نقد نقد ذاتي لأنه نحن لا ما عملنا من أجل انتشار الأدب الكردي وثقافة الكردي للغات الأخرى الثقافة ذاتية من ناحيتين يعني ناحية أو أبعاد بعد الاجتماعي وبعد النفسي بعد الاجتماعي هو ليس هناك اختلاط بين الكردي وأخرى وغير الكردي ونحن إذا نختلط فنحل نفسنا مثل ما حلنا نفسنا عن طريقة الأديان سلمنا نفسنا فكيف يتعلمون اللغة الكردية فكيف يعني سنسيطر عليهم بصورة حتى غير مباشرة نحن الآن لا نقول بأننا نريد أن نسيطر على الآخرين بأي شكل من الأشكال الأستاذ محمد ذكر طريقتين لتعريف الأدب الكردي للآخرين وهو طريقة تعليمهم اللغة وهذا صعب لأننا لسنا استعماريين يعني فرنسا أو إنجلترا أو حتى إسبانيا كانت من الدول الاستعمارية التي عرفت الشعوب التي احتلتها تلك اللغات ولكن نحن لن نتمكن لا يوجد لدينا هذه الإمكانيات لكي نعرف الآخرين لغتنا فحب ذا لو انتشرنا عن طريق الترجمة وهذا هو الطريق الثاني الذي اقترحه الأستاذ محمد الآن أستاذ محمد هل الأدب الكردي عن طريق الترجمة التي على علاتها يعني استطاعت أن توصل فكرة الأدب الكردي إلى الآخرين نتكلم يعني على جزء من الثقافة ثقافة الشعب الكردي نعم على قدر معرفتي لا أظن أن الكرد أو المثقفين الكرد استطاعوا أن يوصلوا ما يفكرون فيه من خلال الأدب إلى اللغات الأخرى رغم عدد من الترجمة رغم فتح فصحة أمل خلال عقدين الماضيين أو أكثر بحيث كان بإمكاننا أن نتفاعل بشكل أكبر وأوثق وأوسع مع اللغات الأخرى كوننا كحكومة حكومة إقليم لدينا قنصليات أو ممثليات في معظم دول العالم وزير خارجية العراق من أرومتنا وعدد آخر من الذين بإمكانهم أن يستطعوا مثل هذا القرار وزير الثقافة أيضا من أرومتنا لكن الحقيقة لم يفعل شيئا ما أرجع إلى تعليم الآخرين للغة بإمكاننا أن نضع برامج بسيطة جدا أن نثبت وجودنا من خلال الممثليات الكردية الموجودة في دول أوروبية مثلا أستاذ محمد هناك إشكالية يعني الآن في حسب الدستور العراقي نتكلم عن العراق حصرا حسب الدستور العراقي بأن الكرد هي القومية الثانية واللغة الكردية هي اللغة الثانية في العراق دستوريا ورسميا وحتى أن الأدب الكردية أو الثقافة الكردية وحتى اللغة الكردية تدرس في المدارس العراقية العربية منذ عقود يعني أكثر من 30 أو 40 سنة يدرسون ولكن لا زال عرب العراق لا يتكلمون الكردية أين العلاء أستاذ سمكو؟ أنا بالنسبة لهذا الأبعاد السياسية ودينية نحن لا نمتلك نص ديني نص ديني كنص أساسي للقومية أو كشيء تستطيع أن يعني يعني تقول بأن العرب مثلا أنا أتذكر به كأنه هذا نصي وأتكلم بالنغة النصي الموجودة في النص الخاص بك نعم والثاني نحن سلمنا الخطاب الثقافي بثقافة سياسية نعم أو ما يسمون بثقافين السياسية ولو موهما موسية موهما ثقافة ولا يعرفون كلمة ثقافية نعم يعني السياسي يستطيع أن يعامل معاملة سياسية مع إيران مع إراق ومع كذا كذا كجانب من جانب السياسي لكن ما يستطيع أن يعامل مع الثقافة يعني أنه الثقافية تبادل اللغة والتبادل المعرفة والتبادل ومناقشة فإحنا سلمنا الخطاب الثقافي وبيض السياسي هل سلمناه فتحطمنا أستاذ سمكو هل سلمناه بإرادتنا يعني هل كان تسلم ذلك بإرادتنا مع الأسف الشعب الكردي عانى الكثير يعني مع الأسف المثقف الكردي هو ما هو ما يريد أن يتعامل معاملة صحيحة أو معاملة يعني ثقافية مع الآخرون فكيف ما عندك لا كتاب مكتب العربية فارسية فارغة من الكتب الكردي هو هذا السؤال أنا هو هذا السؤال فارغ هل هناك يعني هناك حادث بين السياسيين وبينك كمنثقف كمترجم أن تترجم الأدبياتك تترجم تاريخك أو إلى آخره إلى الآخرون لا وهم يعني هم ما يتقدمون يتعاملون معاملة الصحية لأنه أنت بحاشة اللغات نعم ما عندك أي نص يقودك أو يدافع عنك ماذا تقول أستاذ محمد عن هذا الرأي رأي أستاذ سمكو استطراداً لرأي كاكا سمكو أظنه على صواب إلى حد النخوع حين تتحكم السياسة في الأدب لن يستطيع هذا الأدب أن يخطو حواجز التي وضعتها القيم السياسية السائدة في أي بلد وليس في كردستان العراق المعروف عن الكرد على مر التاريخ أنهم مقاتلون كثيرون من الجوالين والجوابين والرحالين الذين جاءوا إلى هذه المنطقة الواقعة بين ثلاث قارات أوروبا وآسيا وأفريقيا هذه بلغة السياسية جيو بولوتيكيا جيو بولوتيكيا مسألة من النوعية سميت المنطقة هذه وتد الدنيا أو وتد الدنيا وتد الدنيا نعم وتد الدنيا أو وتد الدنيا ف تعلم الآخرون أو أدرك الآخرون أو وضعنا الآخرون في موضع أن نكون نحن مقاتلين فقط حتى في الآوة الأخيرة في الآوة الأخيرة كنا نستمتع كثيرا حينما نسمع أجنبيا وزيرا كان مثقفا كان رئيس دولة كان بيش مرقا بيش مرقا بيش مرقا لأن الكرد بهم العاشق بهم المنتقم بهم المحب كثيرا كثيرا الكرد إنسان مكون من نزاعات عديدة ليس رجلا مهيئا لحمل السلاح ويقاتل ألغوا ألغوا السياسيين كل القيم الأخرى مع الأسف أقول هذا وبإمكانك أن تمنتج ما أقول لم يبقوا من الكرد سوى أننا مقاتلين وحتى نستند على آية قرآنية ذوي بأس شديد التي خصت ويفسرون هذا الجزء من الآية أنه يقصد الأكراد طب المشكلة الشيء نسأل سؤال هل الكرد هم يعرفون تاريخهم ثقافتهم أبرد ثقافتهم أو البحوث أم قد جاء من قبل المستشرقين أو الآخرون سأتكلم عن شعوب أخرى تشاب شعب الكردي في نظالاته يعني شعب البوليبي وشعب الفيروبي وحتى أسطورة العالم الذي لا زال حيا في دواخر وفي أفكار كل الشعب جيفارة مثلا جيفارة جيفارة كان أسطورة لمقاتل أليس كذلك نعم وقاد ثورة ثورة الكوبية وكان هو من الناس الذين حققوا الانتصار على الدكتاتوريات ووصل إلى ما يريد وانتشر اسمه كالنار في الهشيم كونه مقاتل لكن مع ذلك جيفارة والشعب الكوبي وأوصل فكرة أنهم شعب موجود شعب موجود في هذا العالم أستاذ جيفارة لا يساوي كرد لا لا أنا لا أقول يساوي ستايل سياسي ومحاربة ومع الآخرون ما كان مقابل السياسة ومحاربة كل الآخرون نعم يعني أممي نعم من أين ومن أين كقومي نعم ومحجوز من لا أنا أعرج على كلام الأستاذ محمد عندما قال بأن نظرة العالم الآن إلى الكرد هي نظرة أنهم مقاتلون فقط علما أن الكردي كما تفضل أنه السبب هو كرد شاعر وكاتب وعاشق وناقد ومتعلق وممثل وإلى آخره نسوا كل الصفات الأخرى وأتوا إلى صفة وحيدة وهي صفة كونه مقاتل أو بيشمرقة وأبرزوها حسابا أو يعني على على حساب الشخصيات الأخرى التي تمتلكها الكردي الآن القصور أين هو القصور الآن قلت أنت أستاذ سمكو بأن المكتبات الفارسية والتركية والعربية فارغة من النتاج الكردي أين التقصير من المقصر أنا قبل تحدثت عن النقدة الذاتي الشخصية الكردية النخبة الكردية الحل الوحيد هي العمل في سبيل انتشار الثقافة الكردية ترجمة ومناقشة وعلاقات علاقات ثقافية بين دولة والأخرى وصداقة حركات صداقة وإلى آخر هي دبلوماسية نعم فتما موجود لحد الآن بس تسمع نفسك وما تسمع الآخرون والآخرون ما يفتهمون على ما تتكلم وما هي معاناتك الثقافية يعني أبسط شيء أستاذ كما أستاذ قال وزير الثقافة العراقية كردي نعم وعندك وزير خارجية كان كردي لكن الآن ليس نعم عندك مديرية قسم الثقافة الكردية فلماذا لا ينتجون مثلا كم كتاب باللغة العربية كان قبل موجود إن تاجهم كان نشيط دار الثقافة الكردية كانت نشيطة في وقتها قبل قبل وقت البعد بس الآن عندك حرية أكثر وعندك طاقة أكثر وعندك علاقات أكثر وانت موجود ببرلمان ومكتوب مجلس النواب ومكتوب طيب سؤال ما نفع وزير جمالي وزيران ما نفع وزير ثقافة يكون كردي وهو لا ينفع فلماذا ما ينفعون المكاتب الإعلامية للحزاب نعم مثلا نعم كم دار نشر موجود في كردستان أين الكتاب العربي كتاب باللغة الفارسية يعني مترجم قصدك مثلا نعم لا إذا عندك مترجم فلماذا ما يترجم لكن ما عندك مترجم لكن أكو أكو ملاحظة في الأسواق الآن عندما تسير في الأسواق في المكتبات ترى أن الكتب العربية والفارسية والتركية والأجنبية مترجمة وبشكل سريع وفوري للغة الكردية نعم وتجدها في الشوارع تباع كل الكتب اللي تصدر ولا يجد بالعكس لكن ما عندنا حركة عكسية بالعكس يعني ما عندنا حركة عكسية للكتاب الكرد الذين لدينا شعراء قمة في الرقي لدينا كتاب قصة يعني الناس كبيرين بالمعرفة والعلم لدينا مؤرخين لدينا ثقافة كاملة لكن هذه الثقافة محصورة فقط في حدود هذه الكرد كتاب معين نعم وهي الكردستان طيب لو سألنا السؤال التقليدي السؤال الأثري الأثير عفوا ما فائدة تنشر الثقافة الكردية للآخرين للآخرين ما الفائدة من هذا كيف تعرف نفسك بالآخرون نعم وإذا أنت لا موجود بالمكاتب العربية وفارسية كيف تعرف أنت لديك ثقافة ورفيعة كيف نعم إذا أنت ما موجود بالمكتبة العربية أستاذ محمد رأيك تحتى المكاتب جناح الكردي مكتبات ألمانيا سويد في المعارض الدولية نعم عندك جناح الكردي ما موجود بكتب حتى الكتب الكردي ما 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 يخلون مكان جناح كردي ورأي يسدون لأنه ما في نتاج أستاذ محمد والله أستاذ يتصور الجواب واضح جدا بالنسبة لهذا السؤال وهو سؤال أثير أو مهم جدا أن تثبت للآخرين أن هناك ثقافة أن هناك ميثولوجيا أن هناك أساطير أن هناك فولكلور أن هناك شعب عانى وعانى على ملايس سنين وهو يعيش في هذا الوتد فمسألة مفرحة جدا أن يعلم ذكرتم سيادتكم قبل دقائق أنك قد تعاملت مع مختلف الناس في مختلف في عدد من الدول لم يكنوا يعرفون من الكرديسي وأنهم يعيشون في تركيا يعني هل لا يعني هل لا المشكلة أنه تقعد أنت حاليا نقعد مع واحد مغربي أو واحد أمازيغي نعم لنقول وقل له عن الكرد يقول لك لا نعرف عنهم شيء أنا عملت بصفتي كمهندس مع عدد كبير من الشركات خلال الأربعين سنة الماضية مع الإنجليز مع الأمريكان مع الألمان مع الإسبان مع الإيطاليين أكيد كان بهم بعضهم يقرؤون ويكتبون ومثقفين نعم فكانوا يعرفون الكرد بأنه المنطقة البنطقة هذه عبارة عن منبع استثماري مالي استغناء ولم يكنوا يهتمون بمن يعيشوا على هذه الأرض مع الأسف هذه صورتهم مثقفيهم بعضهم كانوا حتى من مثلا سنة الاثنين الاثمارين التقيت بواحد هندي مستر بندرا كان يحمل شهادة الدكتوراه في أنسة الطرق في البصرة وله عدد كبير من المؤلفات الهندسية واستفدت منه كثيرا نعم كنا نتحدث أثناء أوقات الفراغ عن الكردي والهند والعلاقة بيننا وبينهم باعتبار أحنا أصلنا أيضا من السينسكريتيين أو جئنا كالنزوح بشري من شمال الشفلقارة الهندية فكان يتعجب يقول أنتم قد مسحتم من التأريخ أنتم حاول أعداؤكم أن يمسحوا وجودكم فاستلبوا منكم تراثكم استلبوا منكم طريقة تفكيركم حتى سرقوا منكم مثيلوجياكم سرقوا منكم شعركم سرقوا منكم كذا وكذا إذن مغبونون نحن شعب مغبون على مرة تالية نحن شعب أستاذ محمد أستاذ سمكو نحن شعب أبتلي بالجغرافيا بصراحة يعني أبتلي بهذه الجغرافيا التي أسكتت كل إبداع في أي مجال بصراحة يعني ظهر كل شيء الآن بعد الاستفتاء يعني بعد ما حدث في استفتاء كردستان وكان الكرد يصوتون لأجل مستقبلهم لأجل حياتهم المستقبلية لكن الحقيقة يعني صار اصطدام مع الحقيقة الواقعة أنا لا أقول الحقيقة التي نريدها لكنها حقيقة واقعة بأن الآخرون لا يفهمون لا يفهمون إذن نحن نعمل كثقافة وكمثقفين ندعي ذلك وكأدبا وشعراء على أن نساهم ولو قيلا بأن يفهم الكويتي السعودي الأردني السوري الإيراني التركي كونهم على الأقل جيران يفهمون ما هي مشكلة الكورة أنا باعتقادي هناك إشكالية خطرة في نقطة خطرة بحياة سايكولوجي وحياة حتى فردي فردي كوردي ودخل في حياة سايكولوجي فكيف وانعكس على المثقفين ولو كان المثقفين ما كان الأمور كانوا كذا يعني نعم اكتفاء ذاتي هي المشكلة المشكلة الفاتح حتى وإلا القومية كقومية الواسعة النطاق موجودة بتركيا موجودة إيران موجودة بسوريا وإلى آخره نحن لدينا اكتفاء ذاتي ما نعرف نفسنا يعني كمعرفة فورمالية طبيعية شكلية ما نحتاج للآخرون ما نحتاج مو كاحتيازات يعني دقيقة لا احتيازك يفهم من عدي أو يناقش من عدي أو يساعدني ولكن هناك كثير من النخبة العربية النخبة الفارسية حتى التركية اليساريين يساعدون الأقوام مستضعفة وإحنا كنا مستضعف لحد الآن مستضعف يعني أستاذ محمد الاكتفاء الذاتي بالنسبة للكرد ألا نحتاج الآخرين نحن تطرق الأستاذ سمكو إلى نقطة مهمة جدا مفهوم الاكتفاء الذاتي الاكتفاء الذاتي مصيبة من المصائب التي أصابت الكرد لو لم يكونوا عبر التاريخ مكتفين ذاتيا لكنا قد غزونا البلدان المجاورة لدينا العشب والكلأ والماء والهواء والطيور والحيوانات والثمار مكتفين ذاتيا لكن لو كنا نعيش في صحراء كنا نغزو لو كنا نعيش في جبال قاسية كنا ننزل ونغزو لو كنا نعيش في البحار كنا نغزو البر دانيمارك دانيمارك السويد إذن الاكتفاء ذاتي مصيبة من المصائب التي أصابت هذا القول حتى بالنسبة الفرد مثقف كمثقف كرد يعني أرى وأناقش وعدي اكتفاء ذاتي ليش لأنه شايف أو قد رأى قرأه أربيل أو وقتناع العدد ما يحاول أن يتقدم لتركيا ومنطقة بادنيان وإلى آخر ما يحتاج يعني أنا أنت ذكرتني بمطربة المطربة الإنجليزية التي غنت أغنية ولا نسيت اسمها غنت أغنية وكان عدد المتابعين لها فأقل ثلاث مليارات إنسان أغنية وحدة خلت ثلاث مليارات في العالم خاف مادونا أدل 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 خلت ثلاث مليارات من العالم يتابعون هذه الأغنية نحن لا لدينا هذا الهم صح أستاذكم لا يعني لا يهم حتى النجوم لا لديك بالرياضة لا لديك مثلا السوسولوجيا لا لديك كان عددنا بعض من النجوم الدينية مثلا دكتور مصطفى ظلمي كان في مصر وبالسعودية وأكثرية شهادات الدكتوراه وماستير كان تحت إيده لا يعني فلماذا يعني هذا نعم جاء الكودستان ويستفاده غير استفادة يعني سوء استفادة يعني هذا إحنا خدمنا الآخرون ولكن ما ما ستعنا الآخرون يخدمنا يعني فعلا هذا الكلام سليم جدا ودخيق جدا بدليل أنه الشخصيات الكردية التي خدمت الأدب العربي صراحة دين أيوبي وإلى آخره يعني يعني أحمد شوقي طبعا يعني العائلة الشدادية فكثلية الفنانين المصري الكردي يعني محمود تيمور مثلا علي بدرخان أحمد بدرخان هذولا كانوا شخصيات في أكثر من نمط أدبي يعني بيهم الفن وبيهم أدب لكنهم خدموا ثقافة مثل الإقصاد استثمار هذا استثمار نعم وإحنا ما عدنا علاقة وما طاقة ما عدنا نعم الآن نأتي إلى الحل ما هو الحل الحل الآن برأي حل فردي يعني كيف كل من يعمل معهم موته يعني كل شخص لأنه أنا حاولت كثير حتى أبرد مثلا تقريبا دوليا مناطق عربية وإلى آخر حاولت ما كان هناك أي فائدة أي استفاد أو وما أحد ما يسمعك ولا أحد يسمعك ولا أحد يستفيد من عددك إذن الحل الفردي أيضا يعتبره يعني لا فرد كفرد يعني توقع المكان مثلا عربي أو فارسي أو تركي يعرفوك كيف كنت كردي تتكلم أو تعيش أو تغني باللغة العربية نعم مثلا سليم بركات عندنا نعم سليم بركات يكتب العربية وكردي طب طب شنو المشكلة يعني الآن مثلا هناك ذكر الأستاذ محمد الثقافة الفرانكفونية كل ميت واحد المشكلة كل ميت واحد أدهل أسحنا ما رح نحن نحن عن الهم الكردي الداخلي لحتى المثقفين يعني تحت تأثير السياسة نحن خلينا نحن نحن على انتشار الثقافة الكردية إلى غير الكرد يعني الأستاذ محمد ذكر الثقافة الفرانكفونية أن الكتاب العرب الذين يعيشون في فرنسا لا يعرفون اللغة العربية ولكنهم يكتبون باللغة الفرنسية وهم عرب يعني هم ينقلون الهم العربي إلى اللغة الأخرى ويعبرون عنها وفيهم من الطهر والطار وغيرهم بنجلون وغيرهم من الذين اشتغلوا داريو الشايكان يكتب بالفرنسية بعد أسبوع رح تقرأ بالمكاتب الفرنسية باللغة الفرنسية يعني هذا لا ضير أنا أقصد أنه لا ضير أنه يوجد يعني يكون عندنا مثقفين روحهم وثقافتهم وأسلوب حياتهم كردي ولكن يكتبون بغير ما الشكال أستاذ محمد في هذا أن أكتب أنا بغير لغة يعني أنت كردي وثقافتك وأدبك وتاريخ كردي لكنها لكنك تكتب بلغة أخرى أوكي في هذه الحالة أفكر في جانبين الجانب الأول أن أخدم اللغة الكردية أو أن أخدم الفكرة الكردية دعني نقول الأدب الكردي أو الأدب الكردي عبارة عن فكر كردي نعم نعم من خلال تأليفي لكتاب باللغة العربية وباللغة الإنجليزية كتاب حاون على مجموعة أفكار كردية لغة لا يعد هذا المنتوج من نتاجات الأدب الكردي لكني استطعت من خلال هذا الكتاب أن أنقل فكرا كرديا بغير لغة والمفروض أن يكون الآخرون مثلا أحد الإنجليز يأتي إلينا ويتقد اللغة الكردية ويترجم إلى لغته إلى لغته كلغة الهدف وليس لغة المصدر على فكرة الاستعمار الإنجليزي والفرنسي يوجد اختلاف بينهما نعم يعني الاستعمار الإنجليزي عندما يغزو الدول لا يعلمهم لغتهم اللغة الإنجليزية بل يتعلم هو بالضبع لغة الشعوب التي يحتلوا عكس الفرنسيين الفرنسيين عندما تأثيرات ثقافية أي فرنسيين عندما دخلوا مصر مصر، تونس، مغرب نعم هذا هو الفرق بين الاستعمار الاتصالي والاستعمار عندما دخلوا عندما دخلنا بليون إلى مصر أخذ معه المطابع ونشر اللغة الفرنسية ولهذا تشاهد أن أكثر دول شمال أفريقية تتكلم الفرنسية بطلاقة واحتمالية لغتهم الأساسية أساسية واللغة العربية اللغة الثانية الاستعمار الإنجليزي كان يعكس لأننا كنا تحد ظل الاستعمار الإنجليزي هم لم يعلم للإنجليزية حتى المعنى الإنجليز ما تفهمنا لا هم ما علموا للإنجليزية هم ما تعلموا من عدنا العربية والكردية يعني هذا الفرق ولهذا نحن كشعب صراحة يعني عانى ويعانى ورح يستمر يعانى من الظلم من كل الاتجاهات يعني ظلم الظلم وظلم نفسه لنفسه وعدم إيجاد الطريق الصحيح للوصول إلى بر الأمان يعني دائما نقول هناك ضوء في نهاية النفق يا أستاذ سمكو ألا يوجد لديك ضوء في نهاية النفق أنا مع الأسف يعني قافل أستاذ سمكو قال لا لأنه إنسان هي هو مجموعة من تدربة صح عندك تدربة ك تدربة داخلية تدربة خارجية يعني قراءة وكتابة وعلاقات نعم ف سنة سنتين يعني تاريخ ما تستفيد من أداء عندك البرلمان أول ما إيجان الفكر البرلماني الكدستان مثلا هاي تطرقنا باب السياسي أول برلمان أي فيه خلل أو الدولة نعم والثاني الثالث والرابع سبعة وعشرين سنة عندك إيج حالة يوم كان عندك فلوس بالناس ما يسمى بالدفاتر والأوراق تعدوا على البنغلاديشين و مثل ما شفنا بالأسواق يعني ما أعرف أنه هاي هاي شيء فردية ما تقاس أنت لو شعب متصعف تتعدى على الناس فكيف الناس يراك كأنت إنسان صح قبل ما تكون كردي صح صح الإنسانية يجب أن لا نحن معرفتنا صح يعني نحن ككل كقوم يعني إيماننا بالقومية وإيماننا بالانتماء حتى ثورات نحن لا يعطينا ثورات نحن ما استفادنا من عندها استفادة ثقافية ما استفادنا نعم فقط السلاح وحرب ومفوزات نعم نعم ما كان نادرا كانت شوف واحد بيشبر وعنده كتاب نعم نعم استاذ محمد الآن نترك هذا التشاؤم يعني يعني في نهاية النفق لا يوجد يعني ضو إذا كان سؤالك هذا نهاية الكلام فأجيب نعم ومع ذلك فالأرض تدور مضبوط الأرض ليست أرض السك أو أرض الزكون نعم فالأرض تدور هناك محاولات فردية حثيثة وهناك محاولات من قبل بضعة الناس يتقنون أكثر من لغة واحدة في سبيل العمل بشكل سوي وبصمت وبصمت ينتجون ويوزعون ويأخذون الكتب معهم إلى الخارج ويوزعون بغض النظر عن موافقة المسؤولين أو السادة نعم هناك محاولات عديدة مثلا قام الأستاذ بيك ترجمة عدد من أشعاره إلى لغة العربية وذهب بها إلى الشمال أفريقيا ووزعه هناك ونشروا بعض من القصائد ونشروا أنا قمت به جرائد أفوا تونسية ومغربية وجزارية والآن إذن هي محاولات ما كان أي إتجابة ثقافية لكن هذه المحاولات الفردية تحتاج إلى دعم يعني تحتاج إلى دعم لوجستي دعم معنوي دعم مادي لأن القضية هي ليست قضية فرد هي قضية مجتمع هي قبل ما يكون دعم لوجستي أو اقتصادي دعم نفسي أنا أقول الدعم معنوي أيضا يجب أن يكون لأنه الأدب الكردي والأديب الكردي والثقافة الكردية هي ثقافة غنية ثقافة غزيرة ثقافة قديمة قدم الشعب الذي عاش على هذه الأرض ولكن تحتاج إلى من يحميها تحتاج إلى من يحرك المياه الراكدة من أجل أن تنشر هذا الجنون الجميل إلى الآخرين نحن في ختام هذه الحلقة نشكر تواجدكم معنا أستاذ سمكو محمد وأستاذ محمد أحسين المهندس ونتمنى لكم أن لا نكون قد يعني ضغطنا عليكم كثيرا فهلا وسهلا ألف تحية وأنتم أعزائي المشاهدين هكذا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة على آمل التواصل معكم في حلقات أخرى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة